تحصلي الصحن أو كمية الأكل فيه مرة قليلة ليه كمية الأكل قليلة في بعض المطاعم وسعره غالي هو أنت ما تروح عشان تشبع هو تروح عشان تاني مرة تعيش خبرة والخبرة لو حتاك والتخيل عشان تشبع حتحس عندك تخمة وتبقى تروح تنام ما يبغو زي كده ويبقى تستمتع تحس إلهام الشاف وتفكيره وأحاسيسه أنت صحي يجيك صحن قدي كده بس ترى المراحل اللي عدى فيها هذا الصحن ولا هذي المكونات اللي استخدمها إيش ممكن يكون قاعد أسبوع بينطبخ وإيش ممكن يقاعد مدركام يعني ترى يعني أنت قاعد تاكله في لقمة بس ترى هو أخذ ساعات وأيام متعوب عليها وراهم موظفين بس لأن الزبون العادي والبسيط يمكن ما يعرف أو ما عنده خلفية عن هذه الكواليس فهو ممكن يقارن هذا المطعم في مثلا مطعم بخاري يعني البخاري أنت إذا أخذت رز مع نص دجاجة يقولك يلا أغرف لك واحدة هذي عشانك بعد يعني المقياس الأكل يعني أنه مقابل المبلغ اللي دفعوا إي بس يعني أنا مثلا بالنسبة لي أشوف داما لما أنا يعني أنا مثلا بكبري لو أنا جيعانة مو بكبري بصغري لو أنا جيعانة ما هنروح ماء مشلن طبعا مو للجيعانين مو للجيعانين للجيعانين خليك فروز بخاري وما في حلة من كده إيش إيش؟ كيف يعني أدفع فاتورة بالمئات ولا الألاف؟ وآخر شي ما أشبع كمان؟ وش وجهة نظر هالشيف؟ وكيف كانت التعليقات على هالمقطع؟ طيب شلون قارنت بين مطاعم البخاري والمطاعم الحائزة على نجمة ميشيلن؟ وهل فعلا واحد من أشهر مطاعم الوجبات السريعة رح يقدم وجبات عشاء مجانية للي ما يشبعون بالمطاعم الغالية؟ هذا اللي رح نعرفه بفقرتنا رح تدفع بس ما رح تشبع